صباح الهنة لكل من يتابعنا هذه الأثناء أنتم عبر أثير إذاعة ميديان الدولية مرحبا بالجميع ونتابع جزئنا الثاني كنا بالجزء الأول لتذكيركم فقط سادة المستمعين بإمكانكم متابعة هذا الجزء الأول على دائما منصتنا ميديان.com ومتابعة اللقاء الذي جمعنا بالشاعر المغربي رشيد العلوي وقصائده الجميلة ومشوار هذا الرجل العصامي الذي تحدى البصر فقد بصره وهو في الخامسة من عمره وصار شاعرا وأيضا باحثا في الأدب بالحب نستمر ونواصل المشوار وبكل حب نستقبل الكوتش المهني وإن كان الموضوع خارج سياق الحب لكنه حبنا لأبنائنا من دفعنا للحديث عن هذا الموضوع لنعرف كيف نوجههم نحو مصارهم التعليمي العالي نحو الجامعات العليا والمدارس العليا صباحك حب يا ليندا جبران صباح الهنى صباح الحب صحباح السعادة وصباح الأشياء الجميلة مزيون اليوم نهار جميل مزيون نذكروا فيه حاجة اليوم مزيونين تطينا طاقة إيجابية ولي هي تخلينا نكون بالأحمر يتستقبلوني لندا هذا صباح أكيد أذكر ياك إن الدكرة تنفع الممين أكيد وإحنا كنحتاج شنو الحب بالنسبة لك يا ليندا الحب شيء جميل هو احترام هو حب الذات هو حب الحياة هو حب الأشخاص وحب ديال بزاف يعني ما عندوش ليميت صحيح ما عندوش حدود وأكيد الاحتفال به كيبقى شخصي ولكن هو واحد الحاجة التي سنعيش بها يوميا هو الوقود وقود الحياة هل حياة اليومية وجرينا وراء الحسابات حسابات هذه نخلصوها هذه ما خلصوها هذه والماديات التي أصبحت طاغية للأسف الشديد لسنا فقط نحن في مجتمعاتنا ولكن المجتمعات الإنسانية أصبح طابع الصرعة وطابع الماديات مسألة طاغية تغيب في بعض الأحيين المشاعر ووجود الحب ليندا أنت تستحضرين الحب يوميا في حياتك أكيد أكيد لأن حالي قلت ما كنزولوا المشائر لا ما كنزولوا هاش كنستحضروا مشائر سلبية ودونك فعالك من نستحضروا المشائر السلبية نستحضروا المشائر اللي هي إيجابية واللي غد زودنا بوحد الطاقة واللي غد يتخلينا نقشو الحياة بأكتر أكتر سهولة دونك ما نعدبوش رأسنا دونك الحب واحد واحد الإحساس لي هو جميل اللي هو كي خلينا نكون إبانوية ولي هو كي خلينا سعاداء دونك نستحضروا في أي فرصة في النهار دينا اللي يجتنا تمام أنت من الأشخاص اللي دولنا يعبرون عن حبهم لأبنائهم مثلا ولداتك للجميع صرح لهم حبك أكيد وليك أرجع لك كي أعطيك واحد طاقة اللي هي جميلة بزاف ومشي غير طاقة كي أعطيك احترام كي أعطيك حب الدات كي أعطيك بزاف الحاجة اللي هي مزونة دونك الحب حبوا بأرسكم حبوا بعضياتكم حبوا والديكم ووليداتكم حبوا الحياة نحن أيضا نحبكم ونحبكي ليندا لأنك من أشد مستمعي ميديا الأوفية فشكرا لك ولحضورك ولتلبيتك الدعوة دائما اليوم تحضرين ومعنا هذا الموضوع لماذا اخترتي التوجيه نحو الجامعات والمدارس العليا يا ليندا هذه وحدة الفترة التي هي جدا مهمة من تلاميذ المقبلين على الباك وبدأ كنت من نولهم حد موفق في هذا المرحلة العكسي بدأ المرحلة المهمة في الحياة ديالهم يمكن هو أكبر مشروع أولي في الحياة ديالهم هذه الفترة تزامن مع تحضيرات الباكارورية تزامن معها ضرورة التوجيه يعني الختيارات هذه الفترة التي يكون فيها تسجيلات في المدارس الأولياء دي بخي انسكريبشن دي بخي انسكريبشن هذه هي أحسن فترة التي الطالب فيها والتلميذ يقدر يبدأ يوجد مشروع لحياة ديالهم بس كذا مشروع لخصوة توجد هذا خصوة توجد يوجده هو الرسو أم للعائلة المحيطة الأب والأم الأب والأم طرف طرف المحيط دياله ولكن مسؤولية دياله هي شخصية مش نكونوا واقعين هذا مشروع داتي أكيد يقدر يطلب المساعدة ديال أخصائيين راتب الحمد لله كانين في الليسي كانين موجهين كانين مكاتب توجيه سور انترنت تبارك الله راح الانفورماشن تبارك الله اكسيسيبلي الانوم ولكن نحن نشوف فرصنا كيفش نوجدها كيفش ناخده بيدنا باش نقدر نعملو واحد توجيه داتي أو بمساعدة موجه الموجه طب من يأتيكي هل هم التلاميذ الطلبة الذين يريدون أن يأخذوا الأمور بزمام أيديهم أم يأتيكي أولياء الأمور الأب والأم نشوف هذا هذا لأعرف عندك كل شي عندك كل شي عندك اللي عارف راسه شنو بغير دير لنك بغير غير يتقطير كاللي بقي تالف ولكن أمم طو عنده فكرة كاللي بغير من والده عامل للختيار وبغير نزيد ويوجه في هذا المسار ويكونوا بعد مرس في هذا المسار كين زمار الحمد لله يبانوا بلي تشكيل المشاكل في التوجه في التوجه طيب خليني أبدأ من المشكلة الكلاسيكية جدا وهي لما تكون الأسرة الأب والأم يعتبروا على أن هذا الطالب هذا الطالبة يشوفوا فيهم رأسهم تمام وهما أكثر اطلاعا الأب والأم الآن أكثر اطلاعا بما يجري في ساحة العمل بما يجري في المستقبل المهن بشكل عام لأنه في نهاية المقر أكثر على القدرات المؤهلة لدولادهم قبل ما يكون المهن هو يكون أعرف لولده شنو هو شنو ما القدرات إذا هذه معلومة أضفتها لأن أكيد الأباء يقول لا هو يريد أن يعمل هذه الشعبة ولكن أنا أعرف أنه لا يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع القدرات ومهار أن يستطيع هذا التوجيه هذا أكيد يكونوا عندهم مسبقة على التكوين وعلى طريقة الأمل ديال ابنهم الحمد لله صراحة جولو دائما كان واحد تغيير في العقليات هي أن البلوس كان هدروع لشنو كيأش بويدير شنو الحلم ديالو ما بقيناش كان قولو لا شنو غيوكلو طرفة الخبز داكور دون كمشيو دابا بلوس شنو يالا باشيان ديالو شنو يعني تغيرت النظرة بالنسبة لك يا ليندا بيانسور تبدلت العقليا العقليا تبدلت ولكن كانين أسي ديكا اللي كيكونوا مثلا دي باران في ميهان اللي كيبريو برطوها نوليداتهم تكون واحد استمراريا في الميهنة مثلا في العائلة أو تكن ليندا كيكونوا وليدات تا هما كيكونوا عندهم دي باران موديل يعني تا هما كرهوش يكملوا في نفس المسار الميهنة التي كانوا في اللوح وتكون واحد استمراريا في المهنة ولا استمراريا في المشاريع دون كتكون كتكون أسي هاد الرؤية هادي كتكون ولكن الهاجس الأهم شنو يا ليندا يعني أسألك بكل أمانة هل هو هاجس أنه يمتهنون يعني في نهاية المطاف هي مهنة هذه الدراسات ستودي بهم إلى مهنة مهنة اللي هي مطلوبة في سوق العمل الحالي بالتالي توفر لهم دخل مريح أم هي مهنة لم تعود مطلوبة لأنه هو اختارها أنا مشيت على هواه طب هواه ما قبل ما ندخلوا في هاد وش هاد المهنة غا تعطينا ولا ما تطيناش وش غا تربحنا ولا ما غا تربحناش نونك جغفيا وكنأكد إلا هاد القادية هادي طريقة التوجيه هو مشروع اللي يخصو يكون مكتوب يعني يخصو ورقة واستيلو في حل أي مشروع تجاري نونك هو مشروع اللي يخصو تخطيط تخطيط من البداية ديالو وباش كيبدا هاد المشروع كيبدا بحلم سيدا دياخ شنو أنا الحلم ديالي ملي كون صغير شنو كابلين عميش كنو مكرت شندير شنو مكرة يش مكرت شنو صل دونك شنو هو الحلم ديالي ملي كنعرف الحلم ديالي كنقيمه في الموحط ديالي واش هاد الحلم غا يكون مربح ولا غير مربح صح نونك هاد المهنة اللي غا نئمل غادي نربح بها حياتي بس كش أنه هو الهدف الآخر من هاد شي كامل هي النجاح في المسيرة المهنية صحيح دونك واش هاد المهنة غد خليني ننجح في الحياة المهنية ديالي وفي الحياة ديالي شخصية ولا واحد المهنة اللي غد خليني أنا محدود مهنيا محدود دونك اللي كنقيمها في السوق واش هاد يعطياني ولا ما عطيانيش هنا كنندا نخمم واش أنا قادر نديرها ولا ما قادرش نديرها كننعمل واش تقييم داتي قصني نعرف راسي انا واش قادر ولا ما قادرش واش أنا شنه هم الميولات ديالي المهنية صديق واش أنا إنسان كي أجبني تسكي التكنيك واش كي أجبني المهن اليدوية واش كتأجبني المهن العقلية واش كتأجبني الحسابات واش كتأجبني المات واش كتأجبني الطبيعة من هنا يجي أهمية ذاك يعني فترة تدريبية اللي تنطلق مثلا من يعني السنة أولى ثانوي السنة ثانية ثانوي كيمشو يعطوهم يعني مثلا فترات تدريبية لمؤسسات لشركات لمهن لزيارة والوقوف على مختلف المهن في الحياة اللي متواجدة في الحياة وأحيانا نجد طلبة في الثانوية في مؤسسات حتى احنا في الإدعاء والتلفزيون يزوروننا ويجلسون لفترة تدريبية يقفون عن كثب على أهم صعوبات التي يجدها صاحب المهنة في هذا المجال هذه يعني مهمة جدا أكيد ما كندرش جميع الثانويات كتتخذها لهذا المشروع ولكن هو مهم لأنك تخلي التلميذ يعرف عن كثب الواقع الأرض الواقع كيفش كتكون الأشياء مزاورة في مهنة شنو هما الحاجات اللي كيكونوا صعب شنو هما الحاجات اللي كن اكسبريمونتو في العلاقات وكيفش كيكونوا العلاقات ديالالآمال كنخرجوا من واحد الحاجة اللي هي تيوريك وكنشوفو شنو هي فريمون على أرض الواقع دونك هذيك لبريود دستاج كيخليهم وخا كيكونوا قصار ولكن كيخليهم يقربوا من أرض الواقع ويكون حاسم أيضا في اختيارهم وكيكون حاسم في اختياراتهم أكيد إذا كان اختيار دياله هو شخصي كيكون أحسن كيعطي نتيجة أحسن دونك نرجعو الاختيار دونك لا كيبدأ يسوه الوراس وكيمنوا حد لوتو دياغنوستيك أنا شنو قادر نعمل شنو وشنو ماليكاليتي ديالي شنو مالي point de vigilance ديالي واش أنا متابر واش أنا ماشي متابر واش أنا كيأجبني نتصبح بكري واش أنا ما كنا إجبني شنو تصبح بكري دونك هذو حد الحاجات اللي كيخليونا نحذدو شخصيات ديالنا وفي هذا الإطار هذا أنا كنا نستدعيقا التلاميذ اللي كيأملو هذو اللي كيوجدون هذو المشروع كيين بزاف دياليسيد كيكترحوا دي تيست دي پرسوناليتي ودمود دي فونكسونمان كم دي تيست دياليجانس كيين دي تيست اموشنل اوسي ايه غراتويتم دونك سيدي كيستيونير كيكونوا سور دي سيت غراتويت كيخليوك كيأونوك تحدد بلوزو موضع شخصيتك ولي الميولات ديالك حل تتناسب مع هذا وشنو هي مثلا نو قد تحفيز ديالك شنو هي الحاجة اللي كتأجبك شنو هي الحاجات وشنك جمي مثلا لاناتور ولك جمني توس كي يماتيريال دونك كيخليك تأونك تحدد القدرات الشخصية ديالك لان في الأخف الأخير راه من هذا المصار كامل أهم شيء هو البروفيل ديالك يعني الديبلوم انفن ديالك راه كيخلي الكر واحد سيانتيكة دي بورد انتخين واحد المجال من الباقي راه 80% راه مبني على شخصية ديالك دونك سيبور سا كيدي المشروع ديالك كيكون عارف رأسك لاش عاش قادر وشنو قادر تعمل باش كون عندك واحد توجيه بلوزو ما يكون صحيح تمام طيب هذا التوجيه انتي بطبيعة الحال واجهتي شباب يعني التلاميذ وتلميذات اللي اختبرتهم بهذا المعنى هل هم يعني في المجمل ما عندكش إحصائيات بالتأكيد ولكن في المجمل المقابلات اللي جريتيها وش هما شباب اللي عارف شنو باغي يجيك من البداية انه محدد يريده عارف نقاط ضعفه انه هذي هذي أمور خاصني هذي المهنة كالطلب كيف ما قلت قبل قليل انه يفيق بكري ويكون دائما حاضر في توقيت معين على انه مدرك صعوبة هذا الأمر وبالتالي هو سي يدرب نفسه على انه يحاول يحسن من أداءه فكيف يجوك هذي العينات اللي كي أهلا خشوم لكي جو طلابة بعد مرات كيكونوا صراحة باش نكونوا واقعين ما كيكونوا غير مدركين يعني تمني كنضروع للي بواند فخص دياله ما كيارفوهمش ما كيارفوهمش شنو كيقول لك الحاجات اللي هي مجال الراحة دياله أنا ما كيجبنيش هذي أنا ما كيجبنيش هذي لا فاسيليتي بيانسور دبا الشاب دياله دبا كي حصل واجب يميلو للسهولة ولكن اللي كنعملو دا تاست كيكتشف ان في حاجات اللي هو ما كنش عارفها على راسو شاباب ديال دبا اوسي شوية قاسح مع راسو حيث كيحكم على راسو دبا اوجوغدوي بهدلاج هذا ما كينش واحد لابنير زادير ما كنشوفش راسي ياغر مور الباك راكيكون أحد لشانجمون اللي هو ماديكالو كيبانو بزاف الحاجات اللي هو مجدادين في شخصيته حيث باقي طفل إذا بغينا نقول باقي في طور تكوين الشخصية ديالو دونك هو كيحكم على راسو دابا ما كيأجبنيش المات ما كيأجبنيش الفيزيك ما كيأجبنيش دونك ما كيقولش لا نقدر نقامل محلم جهود نقدر لتأجبني الشعبات قدر الميولات ديالي تتبدل دونك مليكن نقاملو هاد لتست كنحاولو نفتحولو واحد الآفق جديدة وتكون عندهم واحد القراءة مستقبلية على الشخصية ديالو وهنا كنخرجو بيانسير افك افك خطة عمل خطة عمل اللي كتخليهم كيأملوا واحد المجهود باش يوصلوا الاهداف ديالو بسك كينوا الاهداف معين وهنا كتجي لتاب الرابعة دونك دانا لالغيف للحلم هدرنا على المحيط هدرنا للتشخص ديال الشخصية باش كندوزو الاكسيون ملي كندوزو الاكسيون هنا كندوزو الخطة لأمل شنو نوصل نعمل باش نوصل الهدف ديالي الهدف هو احدى الجامعات والملاع والاختيار ديال الجامعة المحددة ونكمل النواقس اللي عندي يف اللغات يف التكنيك يف الشخصية ديالي دونك هناك نحط وحد خطة لأمل في هادل يجب أفكار مسبقة عن مجموعة من المعاهد الجامعات يعني هم الآن هادل الطلبة يعني يبحثوا مشتهدين في هذا المصار مثلا عندهم أفكار قبلية بعض البعض يعني عنا من الكل من الكل من الكل غير كان حاولو نقطرهم باش ميتحوش ده باشن المشكل الاساسي اللي كيوقع هو ده بالباك هو الحاجز دكو دونك احنا كاين بزاف ديال باش نقولو انا مكيش نقولو لكي نخصن هدي واحد الواقع كي يمزيف ديال الفئات ديال الطالبة وكي الفئات اللي بغين المدارس متنان لأوليا داكو ملي كنقولو المدارس لأوليا يعني انا واحد المؤدل كنخدمو إليه باش نخصن ديك لابور دانتخي باش ندخلو للمتحانات اللي كنقول داكسي هنا بعد مراز كيكون طالب بعد مراز كيكون الحمق يعني دفع في دو تخوز يونيفرسيت ولا دو تخوز يقولو لأكتر اللي التخصص ديال مختلف تماما هذا متنفي مع هذا لا هذا متنفي مع هذا وعليش وهنا كي داع في الاختيار ديال وبعد مراز كي يكون مضطر أنه يبشيف واحد التوجه لأن هذا كان الاختيار الواحد لأن التحضير ما كانش مسبق وخطة الأمل ما كانش موجزة كما هي بالطريقة صحيحة مثلا أنا عندي مهارات ولا كي يجبني المجال الطبي غان مقاف المجال الطبي يعني المجال الطبي كبير وعريح را كين لكو المهن التكنيك كين المهن الشبه الطبي وكين مهن الشبه الطبي المجال دب ولمتي تبدله وعلى درسنا أوتاوة هي نبخي أن الميتي ما بقاش ميتي كلاسيك يعني الحمدلله ولكن لكي أنا نكون كي جبني الطيب أو المهن المرافقة لألوه أنا غام بشي مثلا الميكانيك أو الإنجينيوري دونك هذي تال الولد تشتت وكي بقا فوكاليز دل البروblem مكي بقاش في البروجكس للأفن يبقى فوكاليز على النقطة لإجراء اللي تصدمنوا باش تدخلوها دايا مع البك مع النقطة البك مع اللي كونكور دونك يكون أمو عارف رسو شنو هو المسار اللي يمشي ليلو بغابوغ الحلم ديالو وبغابوغ الهدف ديالو القدرات ديالو يعني بالنسبة لك أنت هذا المشروع المدروس يعني بوجود مرشد بهذا المفهوم سيكون حلا يعني مهما كانت النتيجة هناك دائما بلون آ بلون بي في كل الأحوال ولكن هذه الخططات وهذه الحلول الأولى والثانية والثالثة كلها يعني تسرح في نفس البحر ما هوش تخصصات بعيدة عن بعضها يعني لما جاتش مثلا في كلية الطب مباشرة على سبيل المثال تجي في الصيدلة مثلا وأنت دائما في نفس التخصص تجي في المهن الشبه الطبية نفس المجال ولكن ما نشتش تفكير ديالي والقدورة ديالي حيث ما غادي تكونش عندي وحد خطة العمل أشكول نحنا آخر هي خطة العمل اللي كتخلي ننكمله باش نقدر نوصل له الهدف ديالنا مثلا غادي نختار طيب أنا عارف مثلا ما عندي شمع المات والمات موهم غادي نقمل وحمجهود باش نطور راسي باش غا نوجد ذيك للي كونكور غا نكون عندي هادي لا هادي وكنشوفوها بزاف ديال اللي كنقولوا وهو جاب تبارك الله انتخيبون منت في الباك وما متقبل فترة شي بلاسا علاش هذا الجواب شنو الجواب لماذا لأن التوجه ما كانش بواحد طريقة صحيحة لأن التوجه هي خطة ستكون مدروسة متكاملة واللي كيكون معها واحد مجهود باش كنكمل خطة ديال عمل ديالي ممتاز طيب هذا ما ننصح به الأباء وننصح به أيضا هؤلاء الطلبة والتلاميذ على أنهم يعطوا فرصة الأباء يعني على ذا سيرة للأباء هم مرافقين وليسوا محددين في مكان التلميذ ما الشي هو اللي غد يحدد له من أحسن من أحسن لاش شوفوا ولكن أرضي بارك بس تمرك الله الأبناء هما مطورين راح في الحالة اللي أنهم هما ما كيختاروش كيخليوا الأباء كيختاروش يعني كيحملوا المسؤولية الغطيرة آه تماما تماما ومبعد كينا إعادة التوجيه يعني مني كان نمشي في ديك المعصر وما كيأجبنيش كان طالب إعادة التوجيه وهنا كنحمل الأباء المسؤولية لهذا الأباء وفي عود ما يوجهوهم ويأمبوزيو لهم يقونوهم ياخدوا طريق صحيح باعتبار المهارة ديالهم يعني يتقبلوا يتقبلوا القدرات ديوليداتهم ويتقبلوا الأحلام والأهداف ديوليداتهم باش كتكون مسؤولية تهيئة الولد راح إذا ما إذا هزينا لهذا المسؤولية من دابا راح المسار راح يكون تقيل شكرا جزيلا لك وابنك على ما عودتي شكرا جزيلا لك ليندا جبران الكوتش الميهني نلتقيك إن شاء الله في مناسبة أخرى دائما مناسبة حب حول الله شكرا جزيلا ونهار سعيد نهاركم سعيد وأيامكم وكل لحظات حياتكم اللي تقدوها دائما مع أحبابكم كلها هنا وكلها حب ودائما على الوفاء وعلى الحب نلتقي